وفق مجلس النواب خلال جلسة العامة من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني وشهدت الجلسة الموافقة على تحديد مدة للإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن وذلك بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون جلسة عامة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المسشارة دكتور حنفي جبالي لاستكمال مناقشة عدد من مشروعات القوانين في مستهل الجلسة تلا مقرر اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشؤون الدستورية وتشريعية تقريراً عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات المطلوبة للتعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد لتبدأ بعدها المناقشة من قبل النواب هذا القانون يأتي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمجتمع المصري عن طريق تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي يوجه بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير أغراض السكن أنا بشكر الحكومة على القانون المقدم منها واللي راعة بشكل كبير اعتبارات أن الملكية الخاصة ملكية مصونة واعتبارات اقتصادية متعلقة بحماية الاقتصاد خلال تلك الفترة اللي احنا كلنا وكل دول العالم بتعاني فيها أزمة تداعيات كورونا هو تعديل بس لضبط الصياغة بما لا يتم التراضي على غير ذلك يتم استبداله بالعبارة بما لا يتم الاتفاق على غير ذلك فكلمة الاتفاق أعم وأشمل وده برضو لضبط الصياغة وما جرى عليه في التشريع المصري وفي مداخلة له بالجلسة قدم رئيس المجلس توضيحا بشأن مشروع القانون حيث أكد أنه لا يمس حكم المحكمة الدستورية الصادر بإخلاء الأشخاص الاعتبارية كما أنه لا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعيين لغرض السكن أو غير غرض السكن كالمحلات ومن يزاولون مهنة أو حرفة هذا المشروع لا يمس من قريب أو بعيد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بإخلاء الأشخاص الاعتبارية تماما هذه نقطة أولى النقطة الثانية هذا المشروع لا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية لغرض السكنة هذه نقطة مهمة ثالثا هذا المشروع لا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنة مثل المحلات والأشخاص الطبيعية الذين يزاولون مهن أو حرف أو صناعة كل هذه الأشخاص الطبيعية التي تزاول مهن أو حرف أو صناعة محلولة بالقانون رقم 6 لسنة 97 وتعديلاته وبعد طرح مناقشات وتعديلات من قبل الأعضاء أعلن المجلس الموافقة على مشروع القانون في مجموعة وتأجيل أخذ الرأي النهائي فيه إلى الجلسة القادمة